حاجة تانية علي معلول وانا قلت لحضراتكم من بارح في اشعة هيجريها علي معلول ولو الجهاز الطبي شايف ان ممكن يستنى لتاني يوم ويعمل اشعة هيعمل ده تاني يوم الصبح شايف ان خلاص اوكي هو اتأكد من الاصابة هيعلن التفاصيل بالليل وده حصل بالفعل النادي الاهلي بالامس اعلم من خلال دكتور احمد جبالله طبيب فريق النادي الاهلي ان علي معلول اجرى جراحة ناجحة وهيبدأ التأهيل باذن الله خلال اسبوعين ناس كتيرة بتسأل بقى طب مدة الغياب هتبقى قد ايه مدة الغياب هتتحدد بعد انتظامه في البرنامج العلاجي والتأهيل وعايز افكركم بحاجة مهمة جدا فاكرين محمد الشناوي لما تعرض لاصابة في الكتف مع منتخبنا في كاس الامم في الكودفوار والناس كلها قالت الموسم انتهى لمحمد الشناوي والشناوي مش هيرجع قبل شهر ستة انا فاكر الكلام ده كويس جدا وقتها الجهاز الطبي للنادي الاهلي لم يعلن مدة الغياب وقال لك عن حد مدة غياب محمد الشناوي بناء على تفاصيل البرنامج التأهيل وبالفعل الشناوي سافر ألمانيا وعمل تأهيل هناك ورجع قبل المعاد اللي الكل كان بيتكلم فيه قبلها بشهر ونص شهرين والشناوي جاهز اقول المشاركة في التدريبات والمباريات بقى له اكتر من اسبوعين ثلاثة نفس الامر المعلوم الناس بتتكلم في ست شهور وتسع شهور بيذن الله ان شاء الله احد المكانين يا اما هيعمل تأهيل في قطر اما في نفس المركز التأهيل اللي في ألمانيا اللي عمل فيه الشناوي التأهيل بيذن الله ان شاء الله مش أقل من أربع شهور ومش أزياد من خمس شهور يعني هاب نتكلم طبعا المسلم بالنسبة العالم علول السنة ده هيبقى صعب جدا انه يكمل المسلم هيخلص في تمانية لكن عالم علول هيكون جاهز للمشاركة في المباريات بإذن الله بعد التأهيل مش قبل شهر تسعة اللي جاي او عشرة اللي جاي في فكرة بقى ستة شهور والتسعة شهور ان شاء الله الامر ده مش هيكون موجود وممكن انت كمان تكون المدة أقل من كده حسب سير البرنامج التأهيلي الف مليون سلام على علوله كل زعلان وحزين والكل كان متأثر بإصابة معلول أكتر من النتيجة على فكرة لان معلول أصبح واحد من أبناء النادي الأهلي تمان سنين أخلص وأدى وظهر بشكل كويس جدا وبقى حلقة وصله وعلاقة طيبة جدا حتى بيننا وبين التوانسة بسبب الاحترافية والطريقة اللي أدى فيها معلول وتواجدهم عن نادي الأهلي وعلاقته الجيدة مع جمالي النادي الأهلي في السنوات الماضية ده الموضوع التاني